إلى أخبار وطنية أخرى الآن ففي توزر انتظم ماراتون بمشاركة 23 دولة أوروبية وعربية سيكون مناسبة للتعريف بالخاصية السياحية للمنطقة استعدادا للموسم السياحي الجديد في الجنوب في جولة قصيرة لاكتشاف موقع الفيلم العالمي لحرب النجوم بعنججمل بسحراء مدينة نفطة وبحركات إحمائية تخللتها نسمات صباحية لحظات استغلها المتسابقون وأبطال العدو الريفي من 23 دولة أوروبية وعربية للمشاركة في الدورة الثانية من ماراتوني إلتراميراج 100 كم جئنا هنا في نطاق المشاركة في الإلتراميراج هذه دزين ميديسيون تفهم جانب واحد يكون ما يجريه معنا إن شاء الله يمشيوا بانتباع به ونحن نكونوا برميع معناتها الناس التي تعمل في نشار وتعمل وقت به هي المرة الأولى التي أزور فيها تونس ولقد سمعت الكثير عن هذا السباق لذا كان من المهم المشارك فيه وارتشافه ماكنا جديد وهذا السباق هو تحدي بالنسبة لي إلتراميراج هي ثمرة نجاح تظافر جهود المؤسسة الخاصة والعامة أحنا للمرة الثانية نتقاسمه مع السباق هذه قيمة الروح الرياضية وتع تحدي النفس وخاصة أحنا فخورين بش نقدموه على خاطر هو يساهم بش يعرف بالجهة التونسية جهة التوزر تضاريس صحرائنا التوليسية وتنوعها الطبيعي مثلت محطة أعجاب وارتياح للمتسابقين أعجبتني الصحراء وأحببت العدوى فيها ولم ترهقني حرارة تقص لأني متعودة على مناخ منطقة شرق الأوسط وجنوب أوروبا تسع ساعات كانت كافية لوصول رشيد المرابطي من المغرب والمرتبة الثانية لصندري أمادول من النرويج أماد عرفه فأنا ولد صحراء كبرت في صحراء والحمد لله هذه النتيجة التي أعطني أمتياز لتفوق على الدائر الأخرى إلترا ميراج مئة كيلومتر في محطته الثانية حققت نجاحا مهما خاصة على مستوى التنظيم لتكون خير رافد وداعم للسياحة التونسية خاصة مع انطلاق الموسم السياحي الصحراوي بالجنوب التونسي